موسيقى أهلا بكم صحيح أن الاحتلال يسعى جاهدا لتزوير الحقائق هنا صحيح أنه لا يترك وسيلة إلا وعمل بها من باب المكر والخداع والتحايل لكنه في المقابل وجد شعبا يناضل بشتى الوسائل لا تنطلي عليه وسائل الاحتلال في المكر والخداع ولا يترك مجالا إلا ويحاول من خلاله نقض الرواية الصهيونية ومثلما كان الفلسطينيين بمختلف اتجاهاتهم أدوارا مساهمة في التصدي المشروع الصهيوني كان لغيرهم أيضا أدوارا مهمة في كشف زيف الإدعاءات الاحتلالية وجزء من هذا الدور المهم لبعض المستشرقين والرحال الروس الذين اهتموا بفلسطين ونقضوا الرواية الصهيونية وكتبوا عنها وفندوها أعزائنا المشاهدين حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم هنا معنا في الاستوديو لبروفيسور عمر محميد عضو الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين والآثاريين الفلسطينيين وأيضا رئيس جمعية خريجي جامعة سان بوتروس بورغ أهلا بك بروفيسور عمر وتحياتنا لك أهلا متساءل ومتساءل هذا موضوع مشوق وهو دور المستشقين وتحديد الرحال الروس في نقض الرواية الصهيونية ونحن هنا في برنامج نقض الرواية الصهيونية حارصونا كل الحرص على إبراز هذه الأدوار دكتور عمر هل لك أن تحدثنا عن متى بدأت الرحلة الروسية إلى فلسطين وما معنى أن نقول ألف ومئة عام من علاقات روسيا وفلسطين وتحديدا في فترة الأسقف دانيال ربما هذه مصطلحات غريبة علينا كفلسطين للأسف الشديد الموضوع روسيا وفلسطين هو موضوع تاريخي أهم جدا جدا للتاريخ الفلسطيني نحن نتحدث عن ستس العالم وكثيرون يفهمون أن التحاسمية هو الروسيا وروسيا هي التحاسمية وما قبل ذلك لم يكن شيء ولكن هذا خطأ الروسيا قديمة قدم التاريخ ومنذ رحلة أحمد بن فضان إلى الروسية يعني بدأت الرحلة الروسية من العرب إلى روسيا عندما استجارى بلاديمير الأمير بلاديمير وكانت روسيا ضمن مقاطعات إمارات صغيرة لم تكن روسيا مثل اليوم الإمبراطورية نعم كانت إمارات صغيرة ويعتدى عليها من كبر قبائل الخزر اليهودية واستنجد الأمير بلاديمير عام تسعمية وواحد وعشرين تسعمية وواحد وعشرين ميلادي يعني قبل ألف ومئة عام تسعمية وواحد وعشرين ميلادي استجارى في الخليفة المقتدر بالله وطلب منه المساعدة وقام حامد بن عباس وكان مسؤولا عن العلاقات الخارجية كانت خلافة وكان لنا دولة وكانت إمارات صغيرة عربية وبعث أحمد بن عباس رسوله أحمد بن فضلان في شباط تسعمية وواحد وعشرين إلى بلاد الروس إلى بلاد السقالبة وكان إسمها كييفسكي روس وهذا المصطلح كييفسكي روس اليوم تعرف أن هناك حرب بين أوكرانيا وروسيا لم يكن مصطلح أوكرانيا لم تكن دولة باسم أوكرانيا كانت روس وصافر أحمد بن فضلان مع بعثة علمية دينية اقتصادية خمسمائة رجل من الخلافة العباسية إلى روسيا إلى بلاد السقالبة وهناك استقر في مدينة اسمها بولغار هم تتار وأقنع الأمير بلاديمير في الديانة الإسلامية وطلب الأمير التعرف على الإسلام وما هو الإسلام وكيف يمكن أن يعتنقه الروسي الإسلام ولكن بلاديمير رفض إذن من هنا بدأت العلاقات من هنا بدأت العلاقات نعم والإسلام بدأ في مدينة بولغار في روسيا جميل جميل طب دكتور فيما بعد خلنا نقفز قفزة نوعية حتى ما دخل الاصل الموضوع مباشرة يعني بعد هذه المقدمة التاريخية ما هي اللجنة الروحية الفلسطينية التي تشكلت في 1860 بقية الأعلم أعتقد الأرشامندة كابستين والأملاكة الروسية في ذلك الوقت إذن إحنا حكينا عن اعتلاق كل سنة الإسلام وعام تسعمائة جزء منها طبعا وعام تسعمائة ثمانية ثمانية أعطانا قتل روسيا المسيحية نعم الأرثوذكسية جميل ومنذ ذلك الوقت ومنذ بدأت الرحلة الروسية إلى فلسطين وكانت أول مدونة تاريخية يعني معترف فيها من قبل الأدبيات الروسية رحلة الأسقف دانييل إلى فلسطين عام 1160 وكانت هذه الرحلة رحلة مهمة جدا جدا بالنسبة للأدب الروسي لأنه روسيا في وقت ذاك الوقت كانت أمية والوحيد الذي كتبه مذكراته عن فلسطين هو الأسقف دانييل وعندما قرأت هذه المذكرات استتع جدا 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 هذا الرجل زار معظم أماكن فلسطين بدأت من يافا إلى طبريا إلى الناصرة إلى حيفا هل كتب عنها؟ كتب عنها بالتلصيل الممل وكانت أثناء الحرم الصليبية طبعا مذكرات تتحدث عن واقع فلسطين وتحدث كثيرا عن الزراعة وعن الثمار الفلسطيني الزيت والزيتون والتين والفواكه الفلسطينية طبعا كان عندنا محلي بنفس العمر الموضوع مشوق لكن هل استخدمت هذه الكتابات في نقد الرواية سهنية لتقول أن لا فلسطيني كانوا هنا؟ طبعا استخدمت فيما بعد نعم نقفز طبعا منذ عام أواخر القرن التاسع عشر أو أواصل القرن التاسع عشر بدأت النشاط الروسي المكثف وكان هذا بعد حرب القرم عام 1854 كانت هناك حرب بين الروسي والدولة العثمانية وعلى أثر مرسوم من الدولة العثمانية سمح بإقامة المستشفيات والكنائس وأماكن العبادة للأجانب للدول الأجانبية قبل ذلك لم يكن مسوحا بشراء الأراضي حسب مرسوم الدولة العثمانية بعد ذلك بدأت الرحلة الروسية بشكل كثيف جدا وتأسست في سان بيتلسورغ العاصمة اللجنة الروحية الفلسطينية عام 1860 جميل وكان رئيسها في فلسطين مبعود الأسقف الخامندريت كابوستين وكان له دور كبير جدا جدا في شراء الأملاك الروسية في جميع أماكن فلسطين اشترى في الخليل واليوم هناك نزاع على هذه الأرض اشترى في الناصرة في القدس في معظم مناطق الجليل أراضي وظلت مسجلة على الدولة الروسية أو على الجمعية الإمبراطورية الأراضيكسية الفلسطينية حتى عام 1917 إلى أن جاء الانتجاب البلطاني والسولى على كلها إلى أراضي وحوالها إلى سجون نعم هل دكتور هذه الوثائق التي وجدت في تلك الفترة هل ساعدتنا نحن في نقض ريوية السهونية فعلا؟ للأسف الاشتراك نحن نغفل الكثير من المعلومات حول قيمة فلسطين من ناحية تاريخية ومن ناحية الفكرة فكرة فلسطين عالميا فأنا اصطدمت في مؤرخ في الإسرائيلي ميخيل الشلوم اللي كتب عن الرحلة المسيحية إلى الأرض المقدسة أو إلى أرض إسرائيل وكذا يسمونها حسن ما يسمونها ووجدت أن هناك يرصد يعني تاريخ الرحلة المسيحية ما قبل المسيحية حتى إلى أواقع القرى 19 ووجدت أن الأدبيات العربية أغفلت كل هذا الكم الهائل من الأدبيات العالمية جميل دكتور لكن في هذا الموضوع في هذا الموضوع تحديدا المؤرخين الروس ما دورهم في هذه النقطة يعني إذا كتبوا عن هذا الموضوع ووثائقهم كيف أبرزت أهمية فلسطين واسمح لي أن أسألك سؤالا يعني ما هي مهامية الجمعية الإمبراطورية الأرتذكسية التي كانت في 1882 وتحديدا نبيل سيرجي رامانوف ورحلاته إلى فلسطين وبناء مدرسة المجادل أنا أبدأ أحكي عن إقامة الجمعية اللجنة الروحية الفلسطينية التي كانت مقدمة لإقامة الجمعية الإمبراطورية الأرتذكسية الفلسطينية التي كانت إلى دور كبير جدا في تاريخ العلاقات بين روسيا وفلسطين فالجمعية الروحية كانت هي جمعية روحية دينية ومركزها بالقدس وإنك بنوا بنايات كبيرة جدا وقاموا كنائس موجودة لحد اليوم وتسمى منطقة المسكوب في القدس الغربية ونحن نتحدث عن جمعية اللي كانها دور ديني في رعاية الحجاج ألاف الحجاج ظاروا في فلسطين يعني منذ أواخر القرن التاسع عشر ولحد اليوم طبعا الحجاج موجودين ولكن الحجاج اللي أنا بدي أذكرهم مثلا أحد أهم الحجاج نيكولاي باسينيفيتش جوجل اللي هو من أعظم كتاب روسيا عام 1848 ظار فلسطين وكتب مذكراته وكتب بعض الرسائل إلى أصدقاء الروس إلى الشاعر جيكوسكي وهو يتغنى بفلسطين ويتغنى بالشعب الفلسطيني يتغنى بالطبيعة الفلسطينية وبالثمار الفلسطيني وبالكنوز الأثرية التاريخية لفلسطين وهذا الكاتب هو من أعظم كتاب القرى التاسع عشر وإلى اليوم يعني كتبه ورواياته ومصحياته منصورة في كل أنحاء العالم ممتاز هل هناك مؤرخين آخرين كتبوا عن الوضع الفلسطيني الذي كان موجودا وهل اعتمدنا نحن على رواياتهم وكتاباتهم في نقض الرواية السونية فعلا كتاب روس أو مؤرخين روس في القرى العشرين طبعا هناك الكثير من الأدبيات الروسية نعم السوبيتية نحن نتحدث عن تحاسبيتي الذي كان معارضا للحركة الصيونية وكان له ظهر كبير جدا في مقامة الصيونية وحتى في انتزع قرار في الممتحدة بمساعدة تحاسبيتي لدمغ الصيونية بالعنصرية هذا معروف التحاسبيتي كان دائما هو صديق للشعوب العربية والقضية في الإسطنية وساعد كثيرا في نقض الرواية الصيونية ومقاومة الصيونية ولكن أنا أتحدث عن ما قبل الاتحاد السوبيتي ممتاز ما هو قبل الاتحاد السوبيتي ماذا كان دور المؤرخين الروس الذين جاءوا لهنا؟ لهم دور كبير جدا يعني أنا ممكن أن أتحدث عن مصر شرق نعم إغناتي كريشكوسكي جميل عام 1980 زار فلسطين واجتمع بإسعاف النشاشيبي في الروح الخالدة في خليل بيدس هذول كتاب فلسطينيين كان لهم دور كبير جدا جدا في مقامة الصيونية في أواخر القرى 19 أو أول قرى 20 فهنا نتحدث عن إقامة مدارس وجامعات حتى السيميلار الروسي في الناصرة علم آلاف طلب العرب الفلسطينيين وعلمهم تاريخ الفلسطين باللغة العربية وكان نادلا جدا في هذه الفترة تعلم باللغة الإنجليزية والتركية فالروس في مدارسهم في بيت جالة كان مدرسة للبنات ومدرسة للصيبيان في الناصرة هذه مدارس ضخمة جدا أكثر من 115 مدرسة أقاموا الروس في فلسطين وبلاد الشام فنحن نتحدث عن تاريخ ثقافي اللي امتد أكثر من نصف قر جميل دكتور ولكن كيف نحن استثمرنا كل هذا الأدب الروسي الذي كتب عن فلسطين في ضحض الروايا الصونية أو نقضها هل ألفت كتب بالروسية تنقض الروايا الصونية وتقول أن هذه الأرض كانت فلسطينيين هناك كتاب لنبيل روسي وناشر نعم اسمه فلسطين فلسطين وهو كتاب لقم جدا نعم مكوّم من خمسفين صفحة ما اسم الكاتب؟ كاتب روسي؟ أليكسي سفورين أليكسي سفورين وهو يتحدث عن تاريخ فلسطين فصل فصل نعم وكل تاريخ فلسطين موجود في هذا الكتاب وأتمنى أنا أتمنى وعند إقتراح لا هيئة الأمان العامة اليوم نترجم هذا الكتاب للعربية للعربية أليكسي سفورين جاء إلى فلسطين عام 1888 وكتب كتاب فلسطين اسمه فلسطين تحدث فيه عن الديمغرافيا تحدث فيه عن الديمغرافيا عن أصول الشعب الكنعاني عن أصول الشعب الكنعاني عن أصول وجذور الحضارة الكنعانية عن المسيح والصليب والشهيد الأول في فلسطين المسيح عليه السلام نعم هنا مربط الفرس إذن هذا الأدب الروسي وهذا الزخم الروسي وهذا الاستشراق والرحال الروسي اللي جاءوا إلى هنا إذن هم كلهم كتبوا عن فلسطين ووثقوا تاريخها في تلك المراحل نعم دكتور هكذا هو ليس فقط في هناك كاتب هام جدا جدا صاحب رواية الجريمة العقاب في يودر ميخايل بيش كتب أيضا له مقال هام جدا جدا نعم يعتبر مصدر أساسي لنقد الصهيونية حول المسألة اليهودية هذا المقال كتبوا ردا على عفو دكتور حول المسألة اليهودية حول المسألة اليهودية جميل هكذا العنوان هكذا العنوان لماذا كتبوا قارئة يهودية قرأت روايته مذكرات من بيت الموتى كتبها عن نفسه لما نفع إلى سيبيريا نعم كاتب هو من سكان سام بيت رسول سام بيت رسول نعم فهذه القارئة اليهودية يعني تطالبه بعدم استخدر من اليهود في رسالة فهو يرد عليها في رسالة حول المسألة اليهودية نشرها في جريذي إله كانت تنظر في سام بورغ بيستي اسمها وهذا المقال المسؤول جدا عن مستوى العالم نعم بل يتهم جسيبسكي بأنه كان لا سامي لماذا لأنه عبر في هذه الرسالة عن عمق ومعرف قوي جدا جدا وعميقة لجوخر الصهيونية واليهودية وهو حدث عن اليهودية فقال لها أنتم تبكون طول التاريخ ولكن في نفس الوقت أنتم تسيطرون على كل أملاك إنجلترا نعم تحدث عن اليهود كشعب جدته بسبب أعمالهم بسبب سرورهم هكذا يتكلم وليس بسبب عقريتهم كما يدعون هكذا يتكلم نحن لا وأنا درست درست هاي الرسالة في سان بيتربورغ في لينغراد عندما كنت طالبا في جامعة لينغراد سمعت أنك بالمناسبة رئيس جمعية خريج لجامعة سان بيتربورغ صحيح أنا درست في جامعة سان بيتربورغ وفي لينغراد كمان قبل العهد السوفيتي ودرست بعد العهد السوفيتي ف ولما عدت لبلاد دخلت للجامعة العبرية للدكتوراه فوجدت أن الرسالة هذه موجودة موجودة في الجامعة العبرية كأدبيات لا سمية أدبيات لا سمية فأسألت المحاضر لماذا لا سمية أنا درست المقالة أو ما كتبه دستيروسكي في جامعة سان بيتربورغ ولما يكون هناك أي شيء لا سامي هو يتحدث ككاتب روائي عن مشاره عن فهمه لليهودية ولم يأكل وكتبها أنني لا أكره اليهود أنا أكره الصهيونية وهذا البكاء الدائم حول المصير البائس اليهودية وهم مسيطرين على كل وسائل الإعلام مسيطرين على الاقتصاد ويعيشون في محبوحة في أوروبا هم إذن كما يصور الروس دائما يجيدون دور الضحية دور الضحية وكما قال الراحل أدوارد سعيد لا يمكن أن يكون الضحية لديه ضحايا أخر لهذا السبب هذا الكاتب مكروه على مستوى الحركة الصيونية الكاتب في أدوارد سيوسكي بل أدبياته في المد الأخيرة في إيطاليا منعت منعت بسبب الحرب في أوكرانيا ولكن أنا لما غرأت يعني أنه بالذات دستيوسكي أنا فهمت لماذا إذن الرحال الروس والمستشرقين الروس درسوا التاريخ الفلسطيني دراسة جيدة وأبدعوا فيه وكتبوا عنه وهذا ما أسس فيما بعد صديقي الدكتور إياد هناك كنوز في الأدب الروسي كنوز أدبي روسية عن فلسطين أنا لا أريد أن أتحدث عن معرفتي في جامعة سان بيتربورد بالعكس أنت مرجعنا الأول والأرشيف أرشيف جامعة سان بيتربورد هناك كنز كبير جدا جدا من الأدبيات الفلسطينية التي لم تدرس حتى الآن أدبياتنا نحن أدبياتنا نحن أنا وجدت وثائق وكتبات كتاب فلسطينيين محفوظة في أكاديمية العلوم الروسية في سان بيتربورد مثلا خليل بيدس هذا من رواد الأدب الفلسطيني طبعا سليم قبعين من رواد الأدب الفلسطيني كان له مجلة الإخاء الإخاء تتظرف القاهرة نعم نعم صحيح وخليل بيدس كان له مجلة النفات العصرية من أوائل المجلات الفلسطينية إذن نحن نتحدث وعناك ترجم الأدب الروسي ترجم بوشكين تولستوج شيخوب هذا الأدب الواقعي لأثر على كل الأدب العربي من خلال الأدب الفلسطيني من خلال هذه المجلات الدروفسور الشعب الفلسطيني ضور كبير جدا في ترجمة الأدب الروسي في الإيرميتاج متحف الإيرميتاج القصر الشتوي هناك كنوز من الصور أنا صديقي فيتر ميخايل بيتروفسكي ومدير المتحف قال لي لدينا خمسين ألف صورة لفلسطين في كل الأصور وهي محفوظة ولم يكشف عنها حتى الآن وثائق هي تعتبر وثائق 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 نستند بيها في إثبات حقنا هنا في فلسطين الصورة أجمال وأقوى من أي كلام يعني والله أنت تستفزنا للحديث دكتور عمر لكن لدي سؤال هناك مخطوطات تخطها سيرجي رامانوف هل هذه المخطوطات ما زالت موجودة ومتداولة حتى اليوم وعن ماذا تتحدث أنا أتحدث عن هذه الكنوز نعم هذه الكنوز الفلسطينية بأقلام روس شقيق القيصة رئيس الجمعية الإمبراطورية الأثولوكسية طبعا أن هناك حلقة يعني من دقائق لا يمكن الحديث عن كل هذا التاريخ هذا شقيق القيصر كان مباشرة مع أريكسندر الثالث الذي هو شقيقه مسؤول عن الجمعية الإمبراطورية الأثولوكسية هي أقدم جمعية وأهم جمعية روسية هكذا كانوا ينظرون إلى فلسطين فلسطين كانت في النسبة الغرب ضرة أو زوخرة نعم للسياسة الروسية للسياحة الروسية للاكتصاد الروسي فعبر فلسطين دخلوا إلى المحر الأسود ماذا كتب في هذه المخطوطات دكتور كتب كالتالي أن فلسطين نعم عبر التاريخ هي من نسبة الروسي نعم طبعا طبعا هي مصدر الأرثوكسية مصدر الروح روح القدس مصدر الدين ومصدر يعني الأدب والحياة الروسية الشعبية والسياسة حتى لأنه كان هناك اتباط كبير جدا جدا بين السياسة والدين في روسيا يعني الكنيسة كان لها دور كبير جدا نعم لسنوات طول في الحياة السياسية مؤثرة في روسيا القديم يعني بأحكي لك من زمن بطرس الأول يعني 1724 هاي الفترة اللي أجت في كاترينا ودخلت البحر الأسود في كاترينا الثانية فنحن التاريخ يعيد نفسه اليوم نحكي عن حرب الكرم وعام 1754 كانت في حرب الكرم فبالنسبة 1854 1854 فبالنسبة للروس فلسطين هي كانت سبب لديكول إلى الشرق بشكل عام بوابة الروس إلى الشرق بتصبب فهناك أجبيات لحد الآن محفوظة يعني من مئات لا أريد أن أقول ألاف المؤرخين والرحالة الذين ظهروا هو من الصعب يعني حتى ذكر أسمائهم هنا لصعوبة لفظ نعم ولكن هناك ممكن أحكي عن كانت داكوف بيوتر اللي كتب رحلة أثارية إلى فلسطين رحلة أثارية وتاريخية وهو درس كل حجر في فلسطين يعني كل صخرة كل أثره القيامة موثقه طبعا الرئيس متحب المتاج في الزمن القيصرية يعني وأثار فلسطين وكتب رحلة أثارية إلى فلسطين كتب عن كل أثار فلسطين سؤال في هذا الإطار دكتور ربما سؤال ما قبل أخير هل كتب عن ملكية الأرض الفلسطينية في الوثائق الروسية طبعا جميل يعني فيه كاتب إنجليزي باحث ديريك هوبود هو كتب كتاب روشان بريزينس نعم 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 تواجد الروس في الفلسطين فكتب الروس كانوا أخهم الإنجليز حتى من ناحية الأملاك حتى اليوم هناك نزاع كبير جدا بين الحكومة الروسية والإسرائيلية وكتبوا عن ملكيتنا نحن الفلسطينيين للأرض أيضا طبعا نحن يعني صبورين هذه كل صبورين يقول ملكي هذه الأرض أصحابك عانيون فلسطينيون شكرا وهذا كل الأساطير اليهودية فقط يعني دعاية شكرا لبروفيسور عمر محميد عضو الأمان العامة لاتحاد المؤرخين والآثريين الفلسطينيين شكرا لك جزيلا على هذه الحلقة الثمينة المليئة بالمعلومات مشاهدين الأعزاء نشكركم ونشكر حسن استماعكم مع تحيات طاقم البرنامج ومخرجه سعيد البطار على أمل لقائبكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا